أخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله ومسيطيبا اليوم نحن الخميس 9 ديسامر 2021 عشرية الجمعة الموافق للأسبوع 147 من الحركة الشعبي في الجزائر حديثي إليكم هذه الليلة يتناول عموما أمور حقوقية هذا بمناسبة أننا نحيي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في اليوم العاشر وكان في عدة تدخولات بيانات حتى من منظمة جزائرية وإخوات مناظلين جزائريين كانوا أصدروا بيانات ومواقف جد إيجابية لنصرة المستضعفين المظلومين في جزائرنا ولما لا حتى في المنطقة وأبعد لأن هذه ذكرى هامة لكل من يكون همه بناء دولة القانون إرجاع الحقوق، احترام المواطنين، تكريس الممارسة الديمقراطية السليمة واحترام حقوق الإنسان عموما هذا في ظل مرة أخرى مسار جنوني للعصابة المتسلطة في الجزائر ما زالت هذا الأسبوع الثاني اعتقالات أعلنوا أمس عن اعتقال خلية في الغرب في مدينة خلية طبعا نستعمل كلامهم يعني هم الناس مساكن مواطنين ربما وأكيد أنهم كانوا من المشاركين في الحراكة الشعبي ودائما جهاد التهم المخيفة التي تحب تروع الناس وترهبهم وتدخلهم الشك والريب على أساس أن هذه خلية كما قالوا من منظمة رشاد وهذه تكررت على الأسابيع الأخيرة كنا شاهدنا في المدينة في الوسط في البليدة إلى غريب الشرق في كل أنحاء الوطن أكيد أن احنا تكلمنا من قبل هذه التهمة الباطلة التي أصلا ما تحتاج حتى بشيساني رجع لها تفتقد إلى أمور أساسية لتوجيه التهمة والرهي الجريمة اللهم إذا كان الإبداء عن الرأي السياسي المطالبة بدورة القانون أن تقول للظالمين كفوا توقفوا أن تقول للعصابة أنتم عصابة أنتم لا يمكنكم أن تكونوا أداة إصلاح بل أنتم أداة دمار أداة تفرقة أداة زج بالجزائر في مستنقع الويلات والمصائب لكن هذه العصابة هذا موش شيء فالهدف هو إذن تخويف الناس تجريم الحراك ما ننسوش هذا الموضوع هام جدا تجريم الحراك باللي يذكر كلمة الحراك التغيير هما بالنسبة لهم أرادوا أن يركبوا في الموجة الحراك الشعبي باش ينحوا بوتفليقة العصابة اللي نحاته ومن بعد خلاص هما بالنسبة لهم قلت نحينا بوتفليقة وجات عصابة أخرى ضربت العصابة اللولى انتقمت وهكذا دوالي تبون لمزور اللي جابوها العسكر وجابو قاية صالح توفى قاية صالح في ظروف مازال الآن غامضة طبعا لست أدري أنا ما عنديش معلوبات كيف لكن من ناحية السياسية فيه تساؤلات ورجعت عصابة أخرى عصابة لمعروفة من أياد الإجرام في سنوات سبقت ما اسمها معروفة وتخرج الأمور من بينهم وفي كل شتى الأوقات ورح نتكلم عن الموضع فيما بعد نقتل ولا حبي نتكلم هذه قضية حقوق الإنسان كل المؤشرات تبين أن هذا النظام ماشي في طريق الإجرام الإجرام بالمفهوم القانوني أولا سن قوانين إذا صحت كلمة سن قوانين لأنها أمور لا ترتكز إلى الشععية الشعبية المشرع اليوم هي عصابة فلن يمكن أن تكون قوانين هم نابعة من إرادة شعبية وتريد استقرار وأمن البلد بل ضمان مصالح غير مشروعة لعصابة في الحكم هذا هو القوانين ففي هذا السياق جاءت كذلك المناسبة وهذا حبيت نشاطر معكم شي أصدرت عدة آليات وعدة خبارة أمميين لحقوق الإنسان تقرير قبل أسبوع أو أقل كيف نلقاوه نعطي الآن مؤشر وشوفوا كيفاش فيه هذا التقرير فإذن في موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ohchr.org مفوضية السامية لحقوق الإنسان ممكن نمشي هناك وننزل نختار الجزائر تاريخ يعني ممكن ناخذ السنتين من ديسمبر 2019-2020 وندروا بحث فيطلع لنا كل التقارير ونأخذ آخر تقرير هذا اللي يطلع نشر مش طلع نشر تم نشره يوم 30 نظامبر 2021 تقريبا 9 أيام ولا 10 شكون اللي يصدر هذا التقرير شوفوه الآن هي مجموعة من الخبارات المستقلين هنجيبهم هنا باللغة الفرنسية ما عليش أن نترجمها بقدر المستطاع ما فيه كثير نظن ستة ولا سبعة الأقل فريق الأممي المعني بالاختفاء القصري الفريق الأممي المعني باعتقال التعسفي الفريق المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء الفريق المقرر الخاص المعني بحرية التعبير وحرية الاجتماع والجمعيات المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان سبعة ولا ثمانية وكلهم هذا يصدرون تقارير بناء بناء على يعني شكاوى تطلع لهم ومن من منظمات من حتى أفراد وذلك مرة أخرى ردا على بعض الحقيقة ومشهر في حتى كفرش ننعتهم لأننا نسمع مرات يقول لك آه هذو يروحوا يحبوا يدولوا القضية الجزائرية ويحبوا الأمم المتحدة وقوى جنبية تدخل في إشواء الداخل الخارجي وكلام فارغ كلام فارغ يعني علاش لأننا شرحت هذا الشيء وكل منظمات تكلمت فيه رابطة الحقول إنسان الجزائرية محامين كلهم حتى الناس في النظام ونحن نعطي الدليل محتمل النظام لأننا ملزمين بذلك أن هذه الآليات أولا هي آليات للدفاع عن حقوق الإنسان والجزائر هي التي اختارت وهذا الاختيار جاء الحمد لله من النتائج المهمة لانتفاضة أكتوبر 82 في 89 الدسكور الجديد الجزائر التزمت وصادقت على معاهدات في الحقيقة معاهدات ذات طابع إنساني عالمي ليست تابعة للدولة ولا لتشريع ولا لقوة تضمن حقوق أساسية تمنع التعذيب تعطي الحقوق للمواطنين أمور لأي عقل سليم مراجح يقول نعم هذه صادقوا عليها ونحترموها إن شاء الله وهذه الآليات عندها ميكانيزمات تشتغل بها مش فقط تتمضي شيء وخلاص لا يعني إذا الدولة لازم تطلع تقارير تبين كيف شيء تحترم إذا مواطنين ظلموا ممكن يشتكل هذه الآليات فكانت شكاوى عديدة رفعة تمام هذه الآليات والمقارنين يطلعوا تقارير بناء على هذه الشكاوى فطبعا التقرير هذا في 20 أو أكثر صفحة لا هذا في 12 صفحة مع ذيها يرجع لقضايا إجراءات وذي قبل كلها تخص قضايا تقريبا قبل 2020 يعني ممكن حتى البداية 2020 لأن دائما فيه أشهر حتى تطلع القضية تدرس وإلى غير ذلك تعارفين هذه إجراءات شبه قضائية مرات فالنظام الجزائري يدان بما لا فيه مجال للشك كي تقرأ التقرير واضح انتهاكات صارقة عدم احترام النظام الجزائري للمعاهدات تشريعات غير يعني منسجمة مع المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر نعطي مثالا يعني في التقرير كي تقرأ وهت القاومة التي تكلم على أساس أن المقررين وهذا الليجان تكلم عدة مرات النظام الجزائري يقول له ننتظر فيك تنحي هذه المواد ٥٤٤٤٤٤٤٪ من ميثاق السلم المصالحة لأنها تتنافى مع الحق في معرفة الحقيقة الحق في التقاضي الحق في مثلا تعرفوا باللي أن اليوم عائلة مختاطة في ديسباري ترحب ترفع شكوى يتابعوها قضائيا ما عنداش الحق تروح تسأل تطرق أبواب العدالة باش يبحثوا لها وين هذا بنها حتى فيه نساء اللي اختطفن ولا تم تقييمهم قصريا ما عندنوش الحق وتعرفوا هذه القضية تعالى الميثاق هذا لماذا وضع هو لطبيض جمع لي بين الصدفة راح بدأت ترجع الآن يعني كان بعد ما شلقيت صالح كانت تصفية حسابات كما أقول حاب يضربهم ضربوه ولا ما دريت ولا توفى الله أعلم على كل حال هذا شيء الله أعلم بيحنا مع النشح معلومات قطعية في الباب لكن الآن أصبح تبون هذا اللي جابه قيد صالح أسير بين هذه الجماعة والأسماء معروفة اللي رجعتها في مناصب وحتى توجهات ملموسة اللي تريد أن ترجع إلى ممارسة الماضي ذكرت هذه القضية كذلك المقارنين في هذا التقرير اللي صدر قبل أسبوعين تذكر نظام جزائري أنه على الأقل 3253 ملف خص مختطفين قصريا ما جاوبتش عليهم العصابة النظام الجزائري ما قدروش عياوي غلف جول هنا قضايا ملموسة المجدرت ورم هذا الناس وهذه مشكلة الحالات هذه اللي فيه ملفات أمام الممتحدة لأن كثير من الناس مساكنة إما ما قدروش ولما الملفات غير مكتملة ولما كانش للطاقة لإعداد الملفات تعارقوا القضايا عندنا كاي الناس عائلة خافت كاي الناس اللي قبلوا بالتعويضات وبالتهديد تعال النظام باش يسحبوا لهم تحبوا التعويض تسعبوا تسكتوا كاي الناس اللي غالب مساكن في حاجة في فقر في خوف خاصة في مناطق نائية مساكن سكتوا وسكتوا على حقهم وعلى ذويهم لكن عارف أن الجرح يبقى والأيام بيننا لأن هذه الأمور هذه ما تزولش نحن عارة نشوفهم مرات نجبدو قضايا من وقت المستدمر الفرنسي ناهيك عن أمور أقرب وشفنا تجارب بتاع أمريكا اللاتينية وكذا 30-40-50 سنة وتعود تخرج وتمشي للقضايا إلى غير ذلك كذلك فيه الكلام عن مثلا نعطيها المادة 95 من القانون الجزائري المعدل في 2020 اللي يجرم كان بديور باش يبدأ يبدأ يضرب الحارك أي أي جمع لأموال ولا أي تنظيم اللي يشتغل ولا جمعية اللي كما يقول العصابة تريد تمس بسمعة ولا استقرار الجزائر أمور فضفاضة يعني تمشي في الحاركة تقول دولة مدنية يمشي عسكرية تمشي للسجن بينما هذا حق أساسي تتعبر على موقف سياسي ناهيك عن حق ولا مشي حق خليه عبر إذا ما عندوش الحق ما عندوش الحق لكن ما تمناعش الجزائري فإذن هذه التقارير واضحة وكذلك الأمر اللي هام جدا في هذا الشي أنك يتمشو للموقع الممتحدة هذا رد على المطبلين هذوك تعال اللي يطبلوا ويقول لك هذو يمشوا يسيئوا لسمعة الجزائر والدولة وينتقدوا من الخارج مهلا في هذا التقارير كنشوف في الصفحة نجد على الجهة اليمنى روابط هنا تشوفوها على اليمنى ورح نفتح بعض منها وشي هذا الروابط لأنه عندما يكون تقرير لهذه مع ذلك نقول لكم الصفحة هذه الروابط وش معنى هذا الروابط هي عندما هذا المقررين وهذه اللي جان تخاطب الدولة الجزائرية هي ملزمة باش تجاوب يعني هذو كل الناس تعل التهريج ويقول لك تدخل أجنب وكذا قولهم إذا كان تهريج قولوا قولوا الخارجية الجزائرية ولا النظام الجزائري ما يجاوبش ويتنصر من المعهد ما يقدرش هذا شيء يدير علي أنه ملتزم وثم يأخذ كما يقول الصفحة فلذلك أن هذه الحكومة نسموها حكومة بحكم الواقع تجاوب وهذه لك مثال هناك يتروحوا في موقع المتحدة تلقاوا الأجوبة الأجوبة طبعا تعال العصابة أنا ربما تحتاج وقت كان واحد مرات يجيب ويقرها تشوفوا كما يقول الكذاب كما يقدرش يكذبوا ما يقدرش أجوبة مملة فارغة مبنية على لا شيء دائما إما المنظمة هذيك تريد الإساءة الجزائرية وميعودهم يتكلموا على المنظمة لدارة تشكوها نتكلمكم على إنسان مفقود اختطف واعتقلته قوات تابعة للأمن والمخابرات وره وكاين وكاين ميثاق السلم أجوبة فارغة ولكن يجاوبوا أنهم ملزمين ولذلك أنهم ماذا بينا هذا الصحاب التهريج والذي تكلموا ولي ما تشتكوش للمتحدة وما تديروش كلهم اسكتوا من فضلكم هذا كلام فارغ هذه أمور يعني لا بد أن تراعى ومن حق المواطن أن يرفع التظلم تعوام هذه الآليات إذا ما ظلم والحالات كثيرة وتتزايد هذه الأسابيع الأخيرة تتزايد ومازال جئدانات وهذا كله في الآخرة علاش مليح علاش مليح خاصة للحرك لأنه يعطي الشرعية القانونية على أساس معاهدة دولية وحتى على أساس القانون الجزائري المش محترم في الجزائر بل الناس مظلومين بل أنهم متعداوش القانون بل ما همش خوانة بل ما همش يعني ناس في مجال الإجرام ولا في كذا بل العكس مظلومين ومطالبهم جد مشروعة سياسيا أنا أنا جزائري نقول دولة مدنية ما يش عسكرية ولا نقول الناس اللي عذبوا الجزائريين في المخافر الشرطة ولا المخابرات هم مخابرات إرهابية من حقي من حقي هذا هو الانتصار السياسي اللي تدل عليه هذه المواقف القانونية المؤسسة والمبنية على قوانين وأصول لا يختلف عليها تعلمون كذلك أن هذه الأيام قريب ذكرى نسموها ذكرى تعيين تبون في المورادية من طرف قاية صالح أنا هكذا نسمي نقول شنتي خاب لا جابوا قاية صالح وقالوا ها ودخلت شد مكانك في المورادية لأن هذا هو أصحاب المطرق والرشاش قروا أنا ذاك والآن أمر أخرى وربما تدور عليه الأيام مسكين وراح تدور عليه الأيام مش من حكم كيد تعب معارضين وطنيين لا 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 الجماعة ربما لجابوا كل أخرين تعموا نفس بناتهم يلعبوا بي كل أيام بناتنا وهذا الشيء أنا حبيت نذكره علش أنه رجوع طائفة ضد طائفة في تاريخ الثورات عبر العالم قال لك هم رجعوا وهذه المجرمين وفيهم مجرمين تاعة تسعينات لا يضركم كيدهم شيئا هذا ما صيرهم إما أمام المحاكم محاكم شرعية تحكم بالقانون مش بالانتقام والمكر والخديعة والعصابات لا لأنهم كثير منهم مجرمين لأنهم سراقين كثير منهم و عمليات سطو على الدولة الجزائرية يجي نهار ويني يتحاسب بهذا الناس أما هذا الأخذ الكر والفار كاين ونحب أنهم نجيب لهم مثال من مثال تع هم تعرفين هذا كثير منهم مرجعيتهم للاهم فرنسا أنا مش انتقد فرنسا كفرنسا كالدولة هي دولة المهمة لها معاليها ومؤسساتها وكذا لكن قبلتهم هذا كيف يعرفوا في ثقافتهم في تاريخهم بالنسبة لهم العالم هو فرنسا بينما فرنسا هي نقطة في العالم بمحاسنها ومسائل ولكن هي نقطة نقطة فمثال عندما نرى اللي يتكلمك عن الديمقراطية آيش وفرنسا يتكلم عن العلمانية آيش وفرنسا بينما هي نقطة شاذة في العالم ستابون سنجولي ولا سميثة لكن اللي هم نعطي تعرفون أنه عندما وقعت الثورة شرنسية في 1789 وطبعا بالمجازر اللي معاها وإلى غير ذلك الإرهاب اللي صرح ثم كلمة الإرهاب بدأت عندهم لتيرو هذا وم بعد دور رجوع نابوليون وكذا رجعت لغيستوغاسيو يعني شكو لغيستوغاسيو عاود رجع مالك أخو لويساز اللي قطعوا ورسو 1814 رجع لأنه كان نهزام نابوليون في الحروب الأوروبية وضغطت الدول اللي هزمته على فرسا اللي حبت ترجع في ثورة مضادة صرات هم عندهم صرات ثورة ورجعوا المالك وبقى هكذا وادواليك وحسب المالك ونسحب المالكية بل المالكية رجعت كما جمعها هذي اللي رجعت مجربين تسعينات حسبوه خلاص وعدوا تمكنوا لكن ما تدوروا هذي الأيام ما تدومش والأيام بيننا وستبين أمور لأن أولا أخلاقيا ما كانش ما يرتكزون عليه ما عندهمش مشروع سياسي يريدون إخياء الميت إخياء المنبوذ إخياء المذموم إخياء أوهام كما كل هذا الشي والجزائر المهدد أو الخارج وكذا وينسب اللي هما أصل التهديد هم وكلاء التهديد هم وكلاء التدخل الأجنبي في بلادنا فلذلك هذا كله أنا أقول إذا كان لا ريستوراسيون في فرنسا اللولة على الأقل بدأت 15 سنة حتى جاء للأسف ضد معلنة في بشتوف الثانية يعني هذه المناكر تقع هذه القوات اللي نسميها الرجعية إحنا ما شاح تدوم لهم أكذاك لأن الحراك الحمد لله باقي قوي في قيمه وفي أهدافه وفي مشروعه وشرعيته هذا والحراك أما تحبس مسيرة يسجن ناس ربما البعض يخاف وكأن الناس يمساكن يضطروا للهجرة هذه أمور آنية كر وفر لكن ما دام من الحراك ما خلطش وما تخلش في العنف هذه الأشياء الأساسية ما تخلش في العنف ما تراجعش على مطالبه لأن هذا النظام ما أشفهم حاجة باللي ما دام يسجن ويقهر ركاين مناضلين ووقفينه في الطريق ورافدين مشروع شريف وطني نازيه ضد العصابات اللي هي السرقاء هي القتلة هي تعرداء هي عدم الكفاءة فيها هي العمالة عندها للغير هذه العصابة فمدام هذا الحراك حامل هذه الفكرة مدام هذا الحراك في إطار اللاعن في السلمية في إطار الوحدة الوطنية في إطار حرصه على السيادة الوطنية يرفض التدخل الأجنبي سينتصر سينتصر وليظن باللي المطرق التاع والطغيان التاع الآن رح يكسر الناس أبدا التاريخ الماضي والقديم والحديث يبين لا وصاحب المبدأ الصحيح صاحب الالتزام بمبادئ كما لذكرتها الآن وطرق عمل واضحة هو الذي سينتصر والأيام بيننا وليس جمعة ريستوراسيون ولا جمعة التببون المزور لجابه العسكر لرحة لأبدا لن يأتوا لا بخير ولا باستقرار ومصيرهم إلى مزبلة التاريخ والبقاء سيكون لأهل الحرك ما تنسوش خاوتنا المعتقلين ظلما هما وعيلاتهم ولا ننسى الوقوف مع الحق وأصحاب الحق في كل الأوقات وننصر كل المناظنين والمناظلات بدون استئثناء مهما كانوا وهذا هو طريق النصر شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم